دكتور سمير وحيخد حضرتك من المقال القادم لمقال الخميس اللي فات لأنه في غاية الأهمية الحقيقة لأنه بعد حدثة كشف الوسائق الاستخباراتية السرية الأمريكية في حقيقة مقال في غاية الأهمية لحضرتك في هذا الملف يهمني أعرف أمريكا الشارفات حصل فيها هزة كبيرة أنه طلع مئة وثيقة من البنتاجون وذات الدفاع ذات درجة سرية للغاية كله سري المئة كله سري للغاية وهذا الموضوع طبعا واحد يقول طبعا إحنا يهمين إيه؟ لا إحنا عايشين النهاردة في عالم الأواني المستطرقة المدعم هزة اللي بيحصل هنا بيأثر علينا في كل مكان يسمى طبعا ولما طلعت هذه الوسائق وسربت وأعلنت منها الآتي أول حاجة أول حاجة قالت أن وجدوا أن إسرائيل بترسل أسلاحة الأوكرانية ولكن في العالم إسرائيل أنا دولة محايدة ومليش ضعب حد؟ إسرائيل إسرائيل آه فدي طبعا عمت لها مشكلة كبيرة مع روسيا لأن روسيا لعلاقاته في شمال سوريا وخلافه تاني حاجة أن فوجئة للعالم كله أن أمريكا بتتجسس على سلسينكي أوكراني رئيس أوكراني اللي هو معاهم اللي بتدعمهم فكانت مفاجأة حتى سيئنين قالت أن دي صحيح ففضت الروح المعنوية داخل الشعب الأوكراني أن إزاي رئيسه أمريكا بتتجسس عليه حاجة تانية قالت أن فيه قوات خاصة من إنجلترا وفرنسا وغولندا موجودين داخل تركيا داخل أوكراني وده معنى كده أن ده حيدي مبرر لروسيا بعد كده تقول أنا مش معرفة أوكرانية الواحدة ده أنا عندي القوات ده القوات دي مش سبكتش لحد النهاردة ولكن موجودة قوات داخل أوكراني حاجة تانية برضو هذه الوسائق طلعت الخسائر وانت عارفة كل جانب كامل الخسائر التاني مكناش منصدقه لكن المرة دي ممكن نصدقها لأنها من طرف محايد ودي ايه تقارير في البنتاجون للرئيس الأمريكي مش مثلا للعالم فقالوا أن روسيا خسرت 223 ألف جندي ما بين قتير وجريح وأوكرانيا خسرت 131 ألف جندي ما بين قتير وجريح الحاجة بقى اللي كانت مهمة قوي إن كان في تقارير طلع من البنتاجون بيقول إن أوكرانيا لن تكون قادرة على القيام بالأجوم المضاد اللي بيتم في الربيع وأنا كنت امبرح في قعد القنوات الفضائية وقناة واثنين وكنا بنسأل بيسألوا لأن حد الوقت ما فيش حاجة تمت وحتى التقارير الأمريكاني قال إذا قامت أوكرانيا بمثل هذا الأجوم حتعمل نجاحات ضعيفة ده حيقلل فرصتها حتى في أي مفاوضات قادمة بسبب نقص الأسلحة والزكيرة وإن الأسلحة الجديدة لسه ما تضربوش عليها فأعتقد دي كانت حاجة مؤثرة بالسلبي على الجيش الأوكراني الأخطر حاجة بقى كانت طلعة إن الزباط البنتاجون موجودين في أوكرانيا فشافوا الخطط اللي عاملها أوكرانيا للهجوم المضاد الخطة حنهاجم على لوهانسك ولا خريستون ولا إيه بقى كانت مصيبة لدرجة أن أوكرانيا قالت أنا حغير الخطط بتاعتي خلاص ما اتكشفت بتكشفت طبعا أنا مش عايز أزود على التقويت ولكن هو مين اللي صار بالكلام ده هو جندي أمريكي 21 سنة في الحرس الوطني اسمه جاك تاكسيرا نشرها مع أصدقاء أنت عارفة واحد بيتمنظر بقى أنا عندي أنا عندي معلومات فودت الدنيا في داعي وطلحها في ديسكورد في أحد التطبيقات ولكن اكتشفوه وخاملوه إنما يعني يعني مش مقصود إلا لاباسه وليس دعي حقا ويتجاب صورته ويتقال طبعا في تلفزيونه حقاوها قدام الناس عشان يا ما يقولوني إن ده جاسوس ولكن هي دي المشكلة النهاردة إن خدعنا من كده إن ليس هناك صديق حيظل صديق دائم وليس عدوه حيبقى دائم وإنت عارفة إن أمريكا كانت مفضوحة من سنتين لما اكتشفوا إنها بيتتكسس على ميركل صحيح أحد حلفاء ألمانيا في ألمانيا فطبعا بالتالي كانت هذا الموضوع أز أمريكا الشهر الفات جامد تسريب هذه الوسائق أثناء تسريب هذه الوسائق بشكر حضراتك فانا شكرا جزيلا